السلام عليكم أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير محببا بكم في قناة طبخ سميو يوم بإذن الله سنرى طريقة تحضير سمنات معمرين كي يجيوها على شكل فطائر بطريقة رائعة جدا ما ديش تخرج لكم الحشوة وخاتكونوا مبتدئات كي يجيو سهلين جدا جدا فنتمنى أنكم تجربوهم وكي يجي هكا تقديم ديالهم زوين وكي يجيو رائعين وطريقة تحضير ديالهم كيف مما كتشوفو رها سهلة جدا ينجحوا مع أي واحد ان شاء الله وما كي يجيوش نهائيا ميد دمين ما فيهمش ديالك الكترة ديال ديال يدام فانتمنى أنكم تجربوهم وانا امتأكدين لجربتهم غدي يعجبوكم وبالنسبة للحشوة ديالهم كتجي كذلك رائعة ولديدة فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير نبدأ بسم الله على بركة الله غدي ندير معكم مكونات الطريقة في نفس الوقت نضع كمية 300 جرام من الدقيق الأبيض الفارينا 300 جرام ما يعادل 3 كؤوس العنبه نضيف لهم ملعقة صغيرة من الملح صفية المكونات اللي عندنا في العجين نبدأ الآن نجمع هذه الخالطة ديال العجين بالماء حتى نحصل على العجين اللي كتكون متماسكة فبالنسبة لي أنا الكيمية ديال الماء اللي استعملتها هي كأس وربع ما يعادل 200 ميلي لتر من الماء ونتم تضيفوا الماء بالتدريج حتى تحصلوا على العجين اللي كتكون هكا متماسكة والماء طبعا رأي يبقى لحسب نوعي ديال الدقيق وش كيتشربوا للا هنتم ما هذه الكيمية اللي بقت عندي من الكأس الثاني فضفت ربع كأس يعني احتاجت الكيمية ديال كأس وربع سوفي غادي نوضع هاد العجينة هدي في واحد البلاستيكة وغا نمرو لتحضير الحشوة فبنسبة لهاد العجينة كيف ملاحطوا رمد لكتهمت تشي حاجة فقط غد جمعتها ووضعتها هكا في بلاستيكة وغا نمشيوا الآن للحشوة كيف مما كتشوفوا في واحد المقلات وضعت حبة من البصل اللي قطعتها هكا قطعة صغيرة هنضيف عليها القليل من الزيت انا هنضيف هنا زيت ناباتي يمكن لكم كدلك تضيفوا حتى زيت زيتون وغا نحرك الكل وغا نخلي هاد البصلة هادي كتشحر جيدا في هاد الزيت حتى كتولي بهذا الشكل هادا ثم الآن غادي نبدأ نضيف عليها اللحم المفروم هنضيف هنا واحد الكيمية من اللحم المفروم على هاد الشكل هادا وبنسبة الكيمية ركز بقى على حسب الرغبة ديالكم غادي نحرك الكل جيدا ثم غادي نبدأ في اضافة التوابل غادي نضيف هنا يا الملح والملح طبعا ركي يبقى على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب الدوغ غادي نضيف كذلك واحد الملعقة من الكركم ملعقة صغيرة كيفما كتشوفو ثم الزنجبيل ثم الفلفل الأحمر البابريكا وغا نضيف في الأخير بحلها كواحد نصف ملعقة من الفلفل الأسود الإبزار ثم نضيف كما كتشوفو عندي الفلفل الألوان قطعتها هكا كقطع صغيرة ثم نحرك الكل جيدا حتى كتشوفو حشوة ديالنا وفي الأخير غادي نضيف هكا واحد الملعقة من الهريسة هادي اختيار يمكنكم تضيفها أو ما تضيفها شو غادي نضيف كذلك القزبر ومعدنوس سوف نخلط لكل هاي الحشوة ديالنا جاهزة سوف نخليوها جانبا باش كتبرد ونمرو لتقسيم العجين وكيفما كتشوفو هنا يبعد ما ارتحت العجينة ديالنا فامكلكم تخليوها شحل ما خليتوها المدر انها ما فيها لخاميرا لاتشي حاجة يعني كتبقى شحل ما بقت هكا فقط وضعوها هكا في بلاستيكا وخليوها فكيفما تلاحظو غادي تولي العجينة ديالنا هكا ليينة كأنكم كنتوا كدلكوا فيها كتوليها كمطاطية وغادي ناخد الآن شوية ديال الزيت غادي ندهل يدين ديالي وسطح العمل وغادي نقسم هاد العجين هكا الكورات اللي كي يكون الحجم ديالهم صغير جدا سافي كيفما كتلاحظو بعدما قسمت العجينة الآن غادي ندهنها هكا بالقليل من الزيت فانقسمتها هيا العشرة ديال القطع وغادي نغطيها بواحد البلاستيكا وغادي نخليها ترتاح هاد المرة المدة ديال من خمسة حتى العشر دقائق ورجعوا نطلاقا وبعدما ارتحت معنا العجينة فغادي ناخد اول قطعة ديال العجين وغادي ناخد كذلك الحشوة اللي حضرناها فضروري ما كتخلي واحدة كتبرد سافي وبالاستعانة كيفما كتشوفو بالزيت فبالنسبة هاد الكيمية اللي كتشوفو فرا ما استعملت هاش كلها يعني ركتدروا واحد الكيمية هكا قليلة ديال زيت وكتسرحوا العجين ديالكم بهالطريقة هادي وكيفما كتلاحظو هنا يفاك نحاول انني نرقق العجين ما امكان باش هكا من بعد كيجونا الفطائر ديالنا او نمسي مناس ديالنا كيجو هكا ما كيجوش مع الجني سافي بعد ما سرحت هاد الشكل هادا فغادي نوضع الحشوة هكا في الاسفل بهالطريقة هادي ثم غادي ناخد هنا ياخديت الجبن فيمكن لكم تاخدوا اي جبن متوفر عندكم انا وضعت هذا هادا ديال صندويتشات وضعتو بهالشكل هادا قطعتو وضعتو بحال هكا سافي وغادي نلف هديك الاطراف بهالطريقة هادي كيفما كنديرو باش نحضروا البريوات فهانتو ما كيفما كتلاحظو العجينة ديالنا رقيقة باش هكا في الاخير كنحصلو على نتيجة لكتكون مزيانة فكيفما كتشوفو الفيتها بهالطريقة هادي سافي قادي نوضعها جانبا وغادي ناخد قطعة اخرى ديال العجين وبالنسبة الزيت كيفما كتشوفو راك ندير واحد الكيمية اللي هي قليلة يعني تقدرو تستعملو حتى الزبدة اللي بدو تستعملوها في التوريق انا هاكا استعملت غي الزيت والنتيجة راك تكون كذلك مزيانة فكيفما كتشوفو هنا بعد ما سرحتها غادي ندهنها بقليل من الزيت وغادي نوضعها حشوة بحال هكا في الاسفل وكنلف عليها العجين بعد ما كنوضع هكا الجبن وكا تحاولو انكم تقدوها صافي وكا تلفوها بهالطريقة هادي تمنى ان الطريقة تكون واضحة صافي وغادي نستمر انا بهالتشكل هذا حتى كنسلي هاد الكيميا اللي عندي ورجعو نتلاقاوه وكيفما كتشوفو بعد ما يعني صايبت واحد الكيميا بحال هكا هادي الان دوزول الطهي في واحد المقلات كنسخنوها مزيان هادي اندهن المقلات ديالي بالقليل من الزيت وغادي نبداو مباشرة نطيبو فيهم فكيفما كتشوفو المزيان فيهم انكم كنطيبو هاكا كيميا اللي هي كبيرة مرة واحدة بهالتشكل هذا كيفما كتشوفو ضعت خمسة ديال الحفبات وليكنت المقلات اكبر غادي توضعوا كيميا اللي هي اكبر صافي غادي نخليهم حتى كيتحمروا من الاسفل عاد كنقلبوهم بهالتشكل هذا وكنخليهم كذلك يتحمروا من الجهة الثانية وبالنسبة للعافية فكتكون عافية مهيلة باش هاكا كيطيبو مزيان وما كيجيوناش معجني صافي هم لي كيتحمروا من الجهة الثانية كذلك فكنوقفهم بهالتشكل هذا وكنحمر لهم هاكا حتى تلك الجوانب هادي اختيارية يمكن لكم تحمروهم او ما تحمروهم شليكم الاختيار فهو مرم طايبين غيانا كيجبون هاكا نحمروهم مزيان صافي وغادي نكمل بهالتشكل هذا حتى كنحمروهم من جميع الجهات ورجعو نتلقاو باش نشوفوهم في صحن التقديم صافي وكيكون هذا والشكل نهائي ديال المسيمينات اللي حضرت معاكم اليوم او الفطائر كيجي الشكل ديالهم هكا رائع جدا وكذلك المذاق ديالهم رام كيجي وبنان بزاف بزاف وكيف ما كتلاحظو هذا والشكل ديالهم من داخل فما كيجيوش نهائيا مع الجنين تمنى انكم تجربوهم ويناليو اعجاب ديالكم ولاجبكم الفيديو دياليوم طبعا فشجعوني باللايكات ديالكم وبرتاجي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باشتعون الفائدة وكذلك خلوا لي الآراء ديالكم في التعالق اتلقوا في فيديو قادم عصفة أخرى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته